انشودة الميلاد عاد الأب إلى المنزل متأخرا حوالي الساعة التاسعة ليلا يحمل محفظة منتفخة على غير عادتها فألقى التحية على زوجته ثم دخل مكتبه ونادى ابنه سامي تعال يا ولدي هناك أمر أريد أن أسألك في شأنه انطلق الصبي إلى والده ينط نطا وقد لاحت على وجهه بشائر الانشراح والاطمئنان وما أن دخل الغرفة حتى سمعت الأم الباب يغلق بالمفتاح انتابها قلق كبير وجلت بخاطرها أفكار شتى وتساءلت ترى ما سر هذا الاجتماع المغلق أعرف الأب المكان الذي توجه إليه ابنه بعد الانتهاء من الدروس فرأى تأديبه على انفراد أم أن هناك أمر آخر حدث لا أعلمه لا شك أنها مسألة همة اللهم اجعل العواقب سليمة وبينما هي كذلك مشتتة التفكير إذ بالباب يفتح لتجد نفسها أمام مشهد رائع الزوج والابن يحملان الوردة وأشياء أخرى وهما يرددان بصوت موزون ناعم عيدا سعيدا عيدا سعيدا ثم اقترب منها وطبع على جبينها عدة قبلات داعين لها بالسعادة وطول العمر فشكرت هما ثم قالت حقا لقد كانت مفاجأة سارة لكن متى أعددتما كل هذا فرد الأب مشيرا بإصبعه اليوم أجابت الأم الآن فهمت سامحني يا ابني لقد ذهبت بي الظنون بعيدا رد سامي وقد ترك رقت في عينيه دمعات خفية أنت لم تخطئ إنه قلب الأم ابتسم الأب واحتضن زوجته وابنه وراح ثلاثتهم ينشدون بصوت دافئ رقيق أنشودة الميلاد أكتشف وأفهم أولا قال سامي في النص السابق مخاطبا أمه لا أستطيع أن أطلعك الآن على جلية الأمر انطلاقا من هذه الجملة وعنوان النص أتصور الأمر الذي أخفاه الإبن عن أمه الإجابة الأمر الذي أخفاه الإبن عن أمه هو استعداداته لعيد ميلادها ثانيا أقرأ النص قراءة صامتة وأختار مما يأتي ما يتصل به أغلق الأب الباب وأدب العائلة تحتفل بعيد ميلاد الأم عرفت الأم في نهاية النص سبب تأخذ ابنها الإجابة الجمل التي تتصل بالنص العائلة تحتفل بعيد ميلاد الأم عرفت الأم في نهاية النص سبب تأخذ ابنها ثالثا أقرأ الجمل الآتية وأعوذ ما هو مستر بما يفيد المعنى نفسه انتابها قلق كبير جالت بخاطرها أفكار شتى وبينما هي كذلك مشتتة التفكير إذ بالباب يفتح الإجابة أصابها قلق كبير طاف بخاطرها أفكار شتى وبينما هي كذلك شاردة إذ بالباب يفتح أعمق فهمي رابعا ألف أذكر عدد شخصيات النص الإجابة عدد شخصيات النص ثلاثة باء أحدد الشخصية التي أراها رئيسية الإجابة الشخصية التي أراها رئيسية هي شخصية الأم خامسا أذكر الشخصية المناسبة لكل قول من الأقوال الآتية حقا لقد كانت مفاجأة سارة هناك أمر أريد أن أسألك في شأنه أنت لم تخطئ إنه قلب الأم لا شك أنها مسألة هامة الإجابة حقا لقد كانت مفاجأة سارة الأم هناك أمر أريد أن أسألك في شأنه الأب أنت لم تخطئ إنه قلب الأم الابن سامي لا شك أنها مسألة هامة الأم سادسا أوزع الأعمال الآتية على شخصيات النص حمل الورود حمل المحفظة إلقاء التحية الدعاء بالسعادة وتول العمر الإجابة الإجابة حمل الورود الأب والابن حمل المحفظة الأب الأب إلقاء التحية الأب الدعاء بالسعادة وطول العمر الأب والابن سابعا ألف أستخرج من النص المقطع الذي وصف فيه الكاتب الصبي سامي لما ناداه والده الإجابة المقطع الذي وصف فيه الكاتب الصبي سامي لما ناداه والده انطلق الصبي إلى والده ينط نطا وقد لاحت على وجهه بشائر الانشراح والاطمئنان باء أبين مدلول هذا الوصف الإجابة هذا المقطع الوصفي يدل على أن الإبن يعلم ما حاجة الأب به وهذا بان من خلال علامات السعادة والانشراح التي رسمت على وجهه الصغير حينها ثامنا أرتب الأحداث الآتية حسب تسلسلها الزمني ترديد أنشودة الميلاد تقديم الورود والهدية إعداد الهدية إعداد الهدية عودة الأب إلى المنزل الإجابة عودة الأب إلى المنزل إعداد الهدية ترديد أنشودة الميلاد تقديم الورود والهدية تاسعاً لما أغلق باب المكتب بالمفتاح ساورت الأمة أفكار عديدة أستخرج المقطع الذي وصف فيه الكاتب الأمة وهي في هذه الحالة أحدد مدلول هذه الأوصاف الإجابة المقطع الذي وصف فيه الكاتب الأمة وهي في هذه الحالة وما أن دخل الغرفة حتى سمعت الأم الباب يغلق بالمفتاح انتابها قلق كبير وجالت بخاطرها أفكار شتى وتساءلت ترى ما سر هذا الاجتماع المغلق أعرف الأب المكان الذي توجه إليه ابنه بعد الانتهاء من الدروس فرأى تأديبه على انفراد أم أن هناك أمر آخر حدث لا أعلمه لا شك أنها مسألة همة اللهم اجعل العواقب سليمة مدلول هذه الأوصاف هو إحاء على مدى حب الأم ابنها وخوفها عليه من كل شيء حتى من عتاب أبيه له أبدي رأيه عاشراً أراد الأب وابنه مفاجأة الأم بالهدية فالتزم الصمت ما رأيك في هذه الطريقة؟ علّل إجابتك الإجابة إنها الطريقة الصحيحة لمفاجأة أي شخص فلو تم إعلام الأم بما كان ينويان فعلا لما كانت مفاجأة ولا ننسى ما للمفاجآت السارة أثر إيجابي في نفس مطلقيها؟ إحدى عشر لم تتفطن الأم إلى يوم عيد ميلادها ما سبب ذلك حسب رأيك؟ الإجابة سبب ذلك هو كتمان الأب وابنه وإصرارهما على أن تكون لها مفاجأة سمحة أفتح نافذة وأغني ملف التعلم ألف ابحث عن مناسبات أخرى يتبادل فيها الناس الهدايا أو الزيارات باء فكرت سحبة رفاقك في عيادة صديق مريض للإتمئنان على صحته؟ كيف استعددتم؟ ماذا أحذرتم؟ ما هو تأثير هذه الزيارة في صديقكم؟ ما هو تأثير هذه الزيارة في صديقناية؟ اشتركوا في القناة